مبارح الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية اللي شاركت في الباثة الأولمبية المصرية ودورة باريس 20-24 أيضاً وجه بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية لتطوير أداء المنظومة الرياضية في دوق نتائج التقييم توجيهات وإجراءات في مهمة جداً وفي توقيت مهم جداً نعرف تفاصيل مع حضراتكم عن أهمية توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الناقد الرياضي الأستاذ طارق رمضان اللي منورنا ومشرفنا في صباح الخير يا مصر أهلاً بك يا فان صباح الخير يعني بداية شفت إزاي هذه التوجيهات بالأمس للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بإجراء تقييم شامل للاتحادات الرياضية في مصر أنا عايز أقول لك أن دي واحدة من أهم القرارات التي اتخذها في خامة الرئيس ومش مجرد توجيه ده خريطة طريق جديدة للرياضة المصرية الحقيقة دي تاني مرة سيد الرئيس يوجه بإجراء تقييم شامل لكل الاتحادات اللي شاركت في أولمبياء باريس التقييم هتلاحظ أن سيد الرئيس اختار لفظ تقييم ولكن ما اختارش لفظ تقرير يعني حتى في التوجيه الأولاني اللي هو حدث بعد الدور الأولمبياء باريس اختار لفظ تقييم التقييم دايما بيبقى شامل لكل الأحوال وكل الإجراءات وكل المنافسات وكل الإجراءات المالية والفنية في كل الأحوال أنت بقيم الاتحاد مش ماليا أو إداريا فقط بقيمه في كل حالاته وبتقول مستوها يبقى شكله إيه المستوها المستقبلي ومستوها في الدورة الأولمبية لكن النهاردة سيد الرئيس كمان مش طالب تقييم بس ده حط خريطة واضحة لكيف تسير الرياضة المصرية خلال السنوات القادمة وحط معايير وحط طريقة للاختيارات للأبطال اللي روحوا باريس حط شكل للبعثة الأولمبية بعد كده حتى هو حدد في آخر هذا القرار شكلنا في لوس أنجلوس هيبقى إزاي مين اللي يروح لوس أنجلوس مين اللي ينافس كمان إدى لو أتلاحظ جزء من البيانة تكلم على أن لابد أن أنت ما تيجي تختار البطل اللي هينافس تفرق ما بين النتائج المحلية والنتائج الدولية والنتائج الأفريقية يعني معناها معايير أساسي في الاختيار بضبط أن أنت بتشوف إزاي هو في الرينك العالمي قد إيه ده اللي يروح لأن الرينك العالمي دائما أنت بتحتكب أبطال العالم بيبقى مستواك قريب منهم لكن اللي بيحصل دلوقتي الدعوات اللي بيحصل أن أنت بتأهل أفريقيا ده ما بيدي لك شي الزخم اللي أنت عايز كمان رفض تماما فكرة أن أنت دايما تبقى أكبر بعثة أكبر عدد ما إحناش عارفين مين بيعمل إيه الإداريين دول راحين يعملوا إيه فحدد كمان شكل البعثة بتاعتك أن أنت ما ينفعش تقول أنا رايح بإداريين كتير لكن لعيبة قليلة أو رايح بلعيبة كتير وما بيجيبش نتيجة كمان وده الأهم في نقطتين أنه قال لك اللعب أنت تبص على الألعاب اللي أنت مش هتقدر تجيب فيها مدليات مش هتقدر تنافس فيها دي خلاص اركنا وركز بقى على الألعاب اللي أنت هتقدر تجيب فيها مدليات لأنه سيد الرئيس مهتم قوي أن العالم المصري يترفع كتير السلام الوطن يتعزف كتير عدد المدليات يبقى كتير أول حاجة عملها سيد الرئيس لو هترجع لوراء قبل الأولمبيات عندما استقبل الأبطال في القصر الرئيسي وكرم كل اللي حصل على مدليات اداهم خريطة الطريق للمنافسات في باريس اللي هو الحفاظ على الصورة الزهنية للرياضة المصرية الروح الرياضية العالية جدا اللي أنت تتعامل بها القتال في الملعب في إطار التنافس يعني اللي يقطق البدنية عالية اللي يقطق الزهنية مش مهم من نتيجة يعني هو حتى السيد الرئيس يومه ألوم المدليات وعدادها والمنافسات فيه فارق بيننا وبين الدول الأوروبية فما تهتموش بده بس اهتموا بالثلاث عناصر دوله ومع ذلك البعثة خلفت عشان كده هو أكد النهاردة في البيان مبارح معاقبة أو محاسبة كل الاتحادات اللي عناصرها قساءت إلى صمت الرياضة المصر لأنه في الأخير فعلا سيصورة مصر والفكرة مش في المشاركة على قد ما الفكرة هو أورا الصورة الدانية بالفعل الرياضة المصرية والأداء المشرف لأن ده اللي بيفرق بكل تأكيد طيب من ضمن الإجراءات الحقيقة المهمة جدا كمان اللي أقرأ سيادة الرئيسة فكرة إجراء مراجعة قانونية لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات وده نقطة مهمة جدا 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 بالضبط اتحادات عندنا خدت مبالغ قوية جدا من الدولة الدولة ادتها مثلا مليار ومليون جنيه عشان تعمل عملية التأهيل وعملية المنافسات المبالغ دي لو حضرتك بصت على التقارير اللي جاية من الاتحادات للوزارة في إطار صرفت في إيه؟ هتلاقي فيه مشاكل كتيرة جدا هما ما عملوهاش يعني فيه اتحاد اشترب تلاتة مليون مكملات غذائية بدون تأريض طبيب فيه اتحاد اشترب الأمر المباشر بدون يتخذ إجراءات قانونية فيه اتحاد صرف بدلات للعبين بدون ما يكون عنده ليحة وعندما صرف للعبين فرق باللعب وآخر فيه لعبين ما خدوا المكملات دي المنظمة المصرية المنظمة الدولية المنشطات أوقفتهم فبالتالي الاتحادات لم تنفق هذه المبالغ في القطر المحددات فيه لعيبة في رياضات مختلفة الحقيقة فيه لعيبة في رياضات مختلفة كمان كانوا بيعانوا من فكرة في الفعل أوجه والصرف يعني فيه لعيبة فيه عائلات بتتحمل نفقات وفيه لعيبة المدربين كانوا يعملون مشاكل وفيه لعبة يشتغلوا بدون مدربين فإذا أنا بديلك عشان تصرف على التأهيل وتصرف على اللعبة مسؤولية مينا أستر النقطة دي مهمة جدا فكرة ضبط المسألة المالية في كل الاتحادات إزاي بقى فيه مصطرة واحدة عشان يبقى فيه إنفاق لأوجه مالية مخصصة للنهوض بكل لعبة ودعم اللاعبين وأبطالنا الفترة المقبلة إزاي أعمل المصطرة الوحدة دي إزاي أعمل المعيار الوحدة إنه في رياضات مكلفة كمان هو فخامة الرئيس في التوجيه حددها اللي هو إيه الاتحادات اللي هي مش هتشتغل الاتحادات اللي هي بتنفق كتير وما بتجيبش مرضود ده لابد إن أنا بيبقى فيه إجراء معين اتنين الاتحاد اللي هو بيحقق أرقام ده أزود له الدعم هنا أخلي بالك برضو فيه حاجة أشار إليها في العدد اللي هيسافر ما فيش مجاملات يعني قصة فريدة عثمان ما تتكررش تاني قصة مثلا كيشو ما تتكررش تاني قصة إن مثلا مصطفى الجمل مايروحش بمدرب ما تتكررش تاني يعني إزا فيش حاجات السادة الرئيس حطاه فيه اللي هو ضمان زي ما كده بتقول يا سيد محمد في إجراء قانوني الفلوس دي هتتصرف فين وإزاي وعلى مين طيب الحقيقة إنه ممكن هذه التوجيهات هي توجيهات مهمة جدا جدا وفي توقيت دقيق إحنا كلنا بنأمل إنه صورة مصر أو شكل رياضة في مصر إنه يليق باسم مصر لأي مدى شايف إنه هذه التوجيهات هتقدر تحقق هذا الهدف وفي وقت قد إيه المتوقعين من وجهة نظر حضرته نقطة البداية من مبارح من البيان ده من القرارات دي إن على الحكومة وعلى اللقنة العنبية تبدأ التنفيذ فورا السادة الرئيس قالك على المستقبل يبقى أنا بضع خريطة وبدع خطة واضحة للتأهيل بضع خطة واضحة للمحاسبة بالنسبة للاتحادات بضع خطة واضحة للاختيارات والترق شلوس أنجلوس اللي اللي هو مين اللي يتقاهل ومين اللي يروح الباسة بضع خطة واضحة للوس أنجلوس تبدأ من الآن على جميع الاتحادات حتى اتحاد الكور يبقى دي الوزارة والحكومة بس هو على فكرة السادة الرئيس المبارح قال جملة جامدة جدا الجهات المعنية بدون أن يسمي الجهات دي تضع الخطة وتعرضها على السادة الرئيس الوزارة يبقى إيه؟ هو قال بوضوح حط الخطة تبقى للمعايير دي دي مسؤولية يا فندم اللي يضع الخطة دي اللجنة الأولمبية يعني نقدر نقول المربع الجهات المعنية ليه لجنة أولمبية والوزارة والرعاية زي الشركة المتحدة ويحصل تنسيق تنسيق بين كل هذه الجهات تنسيق بين كل هذه الجهات ننفذ زي ما حضرتك وصفتها بخارطة الطريق للرياضة المصرية من خلال توجيهات السادة الرئيس أعتقد أنه توجيهات الرئيسية دي يعني خلاص هي رسمت الطريق زي ما حضرتك قلت ويعني فكرة إعادة النظر في ملف الرياضة هي خطوة مهمة جدا وكبيرة أنه مصر تستحق الحقيقة أنه الأداء الرياضي في كل الرياضات يكون أداء مشرف ويليق بإسمها ومصر جيها بعد طويل قوي قوي في الرياضة فيمكن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف تحديدا في الملف الرياضة جات في وقتها وبالفعل إحنا كنا محتاجين أشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ طهر رمضان الناقد الرياضي شكرا لحضرتك نورتنا وشرفتنا وصباح الفل على حضرتك